ونبدأ بيه كرة الطايرة يعني نجوم الكرة الطايرة أبطال الكرة الطايرة اللي كانت بيهن فعلاً بيسطروا تاريخ كبير جداً في تاريخ النادي الأهلي وداخل تاريخ وبطولات النادي الأهلي في الكرة الطايرة كسبوا البطولة العربية النهاردة بيلعبوا في دور الستاشر في كأس مصر مع نادي أشارقية للدخان الموتش ده كان متأجل عشان النادي الأهلي لسه قلت لكم كان بيلعب بطولة عربية اللي لسه كان كسبان على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 في فاينال بطولة العربية اللي أقيمت في القاهرة زي ما احنا شايفين قدامنا الصور بتتعرض أبطالنا من فعلاً أبطال الكرة الطايرة وأبطال الدهب فعلاً بيفرحونا وبيمتعونا وفعلاً جميل نادي الأهلي فرحونا بفريق الكرة الطايرة مع أن حصل تروب في ماتشو وخسرنا لكن كل الناس كانت كلهم ثقة في نجوم الكرة الطايرة أن هم يقدروا يعدوا لغاية وقتنا هذا زي ما دواتي وإحنا بنتكلم نتيجة 2-0 لصالح نادي الأهلي تعالوا لازم كنا نروح لهم ولازم كنا عايزين نستضيفهم كمان بس الماتشوات وضغط الماتشوات عليهم هما ان شاء الله بنحاول على اليوم الأربع اللي جاي يكون متواجدين معنا لو قدروا هيكون متواجدين لكن هما هيكون متواجدين مع كل جمهور النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي قريباً جداً عشان نحتافل معاهم بالفوز بالبطولة العربية لكن سريعاً جرينا الملعب الكرة الطايرة وروحنا لهم علشان نصور معاهم ونشوف قالوا إيه بعد بطولة العربية النادي الأهلي يكسبها الحمد لله مجهود كبير بشكر ربنا عليه وينجاز أول السنة دي إن شاء الله فتحة خير علينا السنة دي نكمل يعني البطولات الجاية إن شاء الله الله هي قدر النادي الأهلي أنه المنافس على كل البطولات حتى الكابتن محمود الخطيب لما اتصل بي نقفل الملف ده ونشوف الملف اللي بعده أو نشوف البطولة اللي بعدها الدنيا كلها مضغوطة هجامد جداً على هي وعلى الفرقة إحنا زي ما قلت لك الدورة هيقلسهم ستة أربعة ما فيش وقت حوالي ست أيام ما بين نهاية الدورة وأفريقيا ده غير الكاس اللي احتمالي يتلعب بعد أفريقيا كمان فما فيش وقت غير إن إحنا قدر لعيبة النادي الأهلي وخبرته إن شاء الله هي السلاح بتاعي وشبابنا برضو سلاح بتاعنا إن شاء الله بتاع النادي وإن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نحسم الدورة قبل أفريقيا لأن الدورة ما هوش سهل وأفريقيا طبعاً لسه ما معرفش الفرقة اللي جاية فيها هي لكن ربنا يقدرنا إن شاء الله ونسعد جمهور النادي الأهلي إن شاء الله اللي بحجيها لن الجمهور النادي الأهلي دايماً أنتوا في ظهرنا وإن شاء الله تفضلوا في ظهرنا دايماً لكن بالراحة على اللعيبة اللعيبة مش مكان اللعبة بشر زي ما قلتلك ننتوا في ظهرنا دائما وأنا متأكد أن ننتوا في ظهرنا حتى بعد قصارة نادي زمالي كثيرا منكم من نادي كنتوا في ظهرنا وأن الحمد لله شرفناكم ودرنا نشرف النادي الأهلي واللعبة دي قدرت أنها ترد على التشكيك أن هم كبروا والكلام ده كله أنا مش عايز أقول الكلام ده كله بسم الله ما شاء الله الله أكبر عليهم عملوا بطولة ولا أروع في ثلاثة أيام دور الثمانية قبل النهائي والنهائي المطشط صعبة جدا الحمد لله قدروا يخلصوها بقول الجمهور ألف شكر لمن ساند بالراحة شوية على اللعبة بالراحة شوية علي أنا الحمد لله بعمل اللعبة والعبة بتعمل عليها عشان خطر النادي الأهلي مش عشان خطر أي حد داني أول حاجة إحنا بنهدي الفوس ده للسيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب رجل محترم اللي كان بساندنا وعضاء مجلس إدارة كاملين بيساندونا تليفونيا وبالسؤال تاني حاجة للجمهور النادي الأهلي العظيم اللي فضل معنا لغاية السيمي فاينال متواجد معنا في البطولة طبعا البطولة عشان حردك تبع عارف هي بطولة قوية جدا بسبب بسيط جدا إن هم في الفرق السبعتاشر اللي جم بيسمحوا بالعيبة أجانب والعيبة الأجانب دي بتيجي ممكن يوم البدء البطولة وبيسجلوها بطولة أفريقيا الوضع مختلف بطولة أفريقيا لعب أجنبي أوروبي ولعب أجنبي أفريكي ولازم يكونوا متسجلين مع النادي اللي جاي قابليها حضرتك بـ 13 طبقا ليه بتاع البطولة عايز أقول إن معسكر ده كان له أثر كبير جدا في لمة اللعيبة وخاصة إن اللعيبة كانت راجعة من التصفيات بتاعة الأولمبيات يعني مش عايز أقول لحضرتك الإخفاق اللي حصل بس مش عايز أخوض في الموضوع ده إخفاق عادي بيحصل لأي تيم كان معسكر في معنوياته جدا خاصة إن إحنا عندنا سبع لعيبة ومش عايز أقول لحضرتك إن المعسكر ده كان فيه بدايته يوم طلعنا على المدينة المنورة وبعد كده رحنا عملنا عمرة ابتدت اللعيبة ترتاح نفسيا لا يفوتني برضو إن أنا أشكر إخوة في نادي الوحدة على الاستضافتهم لينا رئيس النادي ومدير التنفيذي والمشرف بتاع الكرة الطيراة التوركي مدخلي ببارك طبعا إيجابي نادي آلي مجالس دورة نادي آلي ببارك للعيبة الرجالة والجهاز الفني طبعا بطولة مهمة جدا أول بطولة مستحة فيها الموسم الحمد للرب عمين ربنا كرمنا بيها بطولة صعبة جدا مشروعنا فيها كان صعب طبعا نحنا عندنا كمان كان عندنا عشرة لعيبة في المنتخب بنلعب متشاري خمسة لفات متشاري ما حد وقتنا هذا حصل إفاق ماتشة زمالك في الدور الأولاني الحمد للرب عمين يعني تركنا الموقف بخبراتنا و بشبابنا و بحمس اللعيبة والحمد للرب عمين كان أحسر رد الحمد لله نقدر نرده و نرجع السورة الفريق الثاني للوضع الطبيعي الحمد للرب عمين بفوز بطولة عربية طبعا دي أول حاجة دي موجودة في ندلقاء عطول دي دي مش وردت اللحظة دي موجودة من زمان من ساعة تمنى خط صغير و جيل بتاع كابتن حمد صافي و كابتن محمد مسلحي و أيمان رجدي و هاني مسلحي طبعا كابتهم كبار طبعا نحن متعودين بموضوع دوت اللي يعني ما نخليش في فرق خالص سواء في السن أو في المعاملة أو جو الفولي طبعا بيحصل بندلهم تعليمات بيسمعوا كلامنا هم طبعا يعني تربيتهم بردو في البيت دي مساعدة جدا معنا فطبعا لا ما فيش خالص موضوع بعيد عن انسجام طبعا اللي ما عرفش كابتن محمد مسلحي طبعا ميدو من اللعيبة الفايترز جدا اللي يعني حماسه على طول تحس هو موجود معنا في مدى بقى يكنوا بيلعب معنا مش بيجيكاتش عن المدير فاني طبعا بعد أي بطولة خلاص بنعم في الصفحة طبعا احنا متعودين على كده بنفرح لليوم التاني بتاع البطولة أول منزج التامير خلاص بننسى اللي فات خلاص كابتن ميدو بيعمل اجتماع مع اللعيبة خلاص ننسى اللي فات وصفحة وتقفرت قام حاجة اللي جاي طبعا تعرف بيبقى جاي بقى أصعى من اللي فات بيبقى خلاص حصل بطولة بيبقى ممكن فيه لعيبة جاية مستراحة خلاص باللي جاي لأ كابتن ميدو بين الموضوع دوت بيركز في اللي جاي بيجي من التمرين بيجي من الحماس الزيادة وبينكمل مشهور والحمد لله طبعا على المكسب وإحنا من ساعة لما دخلنا أول دخلنا السيزون طبعا كان في حب الدروبات كده عشان في المنتخب وخسرنا وكده فالحمد لله أول مرشي إحنا اللي عبنا فيه إزا مالك كان إحنا كان بصراحة ديقوب بتاعنا فما كناش موفقين فالحمد لله طبعا وهو لما قابلناهم الحمد لله في البطولة العربية الحمد لله يعتبر زي ما يقولوا خدنا كده بطلنا وكده والحمد لله اللي هم تعودين عليه يعني طبعا بطولة أفريكا ديها تبقى صعبة برده عشان بيولوا في فلق من تونس دكلا فإحنا الحمد لله عايدين للجمهور بيبقاء في دهرنا والحمد لله أول طبعا بمفرحهم الحمد لله الحمد لله أنا كان في حب perfume إن督 عبد لطيف عثمان وعبد الحليم أوriend بلس راجعة من الإصابة فالحمد لله أنا أ thousand من الجمهور الحمد لله كل الفرادات وقفوا على رجلي مستعدين بإذن الله ثم هم لازم يقافوا في دهرنا عشان بيوت 동ها دي صعبة وهم على طول في ديهرنا بصراحة اشتركوا في القناة